صب مواطنون سعوديون غضبهم على هيئة تنظيم الكهرباء لكن على تويتر بعد إصدار فاتورة الكهرباء لشهر حزيران حسب التعريفة الجديدة التي سرت منذ بداية العام الحالي علي إبه هذه نماذج من هذه التغريدات يقول علي يا ساتر أنا بغادر بيتي إلى 22 يوم وتجي فاتورة الكهرباء بمبلغ 410 ريالات علما بأنه لا يعمل في البيت على الكهرباء سوى ثلاج واحد فقط عايض الظفيري يقول أجهزة التكييف في أجواء الخليج أصبحت ضرورة وليس ترف لا أريد أن أتكلم على الأرقام لأنها مرتفعة بالفعل وأعرف أحوال الناس حولي الفاتورة للبعض ممن أعرف يعجز حتى عن سدادها بدر رافع الحين شكتي مقفلة ما فيها أحد ولي ثلاث أسابيع من مسافر شلون توصل الفاتورة إلى 500 ريال يعني لو أني موجود ممكن كم توصل يتساءل التغريد الأخير لمحمد حبيان يقول أكثر من الدعاء في هذا اليوم الفضيل على شركة الكهرباء السعودية التي تتلاعب بفاتورة الكهرباء مستغلة طيبة الشعب وجهله بنظامهم المجهول والعجيب في الأمر أن جميع تبريراتهم الواهية تنصب على المكيف هنا صورة لصفحة شركة الكهرباء السعودية على تويتر تعتمد على نظام إلكتروني لقياس الاستهلاك والتسعير الكثير من السعوديين انتقدوا هذا النظام بل أكثر شككوا في دقة الفواتير مع ذلك تتفاعل الشركة بنشاط مع المستهلكين على تويتر تجيب على كل التغريدات إذا سأل أحد يجيبونه استخدام نموذجي لوسائل التواصل ربما بسبب موجة الغضب لا أعلم لكن هذا مثل مثلا المستخدم رد على الشركة في تويتر نشر صورة لفاتورة بقيمة 1395 ريال أي ما يعادل 372 دولار المتحدث باسم الشركة رد على عدد كبير من الشكاوي في تويتر وفيسبوك بأن 87% من قراءة العدادات وحساب الاستهلاك تتم بشكل صحيح عدد من السعوديين انتقدوا فيما يبدو أيضا رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نقرأ هذا المثال الله يرحمك يا أبو متعب أبو متعب هو الملك عبدالله الراحل يقول كانت فواتير الكهرباء تجينا 50 أو 60 ريال بالكثير والآن تدريجيا أصبحت فوق 500 ريال الله يرحمه كان مرفه الشعب بدون هيئة ترفيه بررت الشركة سعودية للكهرباء قرار زيادة الأسعار على النحو التالي الزيادة في سعر الكهرباء تعود بالدرجة الأولى لتصحيح أسعار التعريفة الكهربائية كما أن زيادة استخدام أجهزة التكييف من أهم الأسباب حيث 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف للمزيد من الاطلاع على القصص التي تشغل بالا المستخدمين في السعودية ودول الخليج يمكنكم زيارته قنواتنا على يوتيوب على فيسبوك على تويتر نرحب بكل مقترحاتكم رسلوني أنا أحمد فاخوري على موقع على تويتر وفيسبوك أيضا ترجمة نانسي قنقر